تلاعب فيها فلا بد أن يحاسب كل من يقوم بالمساس فيها نعم الأستاذة خديجة هنا أيضا فيه سؤال في هاشتاق البرنامج تقول ما هو الحل في حال انتحال شخصيتي في إحدى مواقع التواصل أو في إحدى المواقع الحكومية هل ممكن تنتحل شخصيتها في موقع حكومي؟ إذا ذكرت موقع التواصل أو؟ طبعا أنا ذكرت لك أن المملكة العربية السعودية خطأت خطوات استطاعت بفضل الله أن تبني تكنولوجيا أو بنية تحتية قوية و صدت كثير من الهجمات والاستهدافات كما أشرنا في القيمة العشرين أكثر من 2 مليون و 400 ألف هجمة و قامت بصد هذه الهجمات جميعا فالتكنولوجيا بفضل الله عندنا قوية جدا و ما زالت المملكة تسعى لحماية هذه المنظومة بشكل مطلق للأسف الشديد أنا أعتقد أن الخلل في موضوع انتحال غالبا أنه يقع من المواطن نفسه من المستخدم سواء كان مواطن أو مقيم و ما فيه من الأخطاء التي يقع فيها الشخص فيؤدي ذلك إلى أنه يخترق حسابه خاصة الحكومية يترك موقع التواصل شوي لكن الحكومي مثلا طبعا على فكرة هو موضوع التويتر غالبا هو انتحال ما هو اختراق والانتحال ليس المقصود به هو لا يستفيد من الانتحال بذاته و إنما من وصول المتابعين مجرد أن يجد شخص مع أن هذه الأمور واضحة لو دقق الرجل نفسه و شاف الموقع رجع له كل من أرسل إليك و رجعت بصفحة الحساب جديد و لا فيه تغريدات و لا فيه متابعين غالبا فلابد الإنسان ينتبه لا يكون الإنسان في غفلة من أمره فلا تنطلع عليه يعني على مثل هذه الحالة يكفي أن تحذر متابعيك على طريق موقع تويتر بأن هناك مجرد مغفل يريد أن يستغل جهل بعض الأشخاص في الوصول إليك و ليس إليك بشكل شخصي و إنما الوصول إلى جهات الاتصال لديك صحيح ليتم استغلالهم باسمك و تجد بعض الناس نعرف بعض الناس غضب و صار مشكلة طويلة عريضة بينه و بين شخص لأنه قال لا بدخل باسمك أو أنا ملي ذنب طبعا لكن فعلا غفلة بعض الناس بالتعامل عدم محافظة على الأكواد فتح بعض الروابط التي مجهولة المصدر و هذه مسألة خطيرة هل انتحال الشخصية غالبا من خلال خبرتك أنه تقع من خارج المملكة يعني من أشخاص أو منظمات خارج المملكة ممكن تقع من خارج المملكة و ممكن من داخل المملكة هي تسأل هنا مثلا و وش الحل في حال أنه مثلا كان المنتحل يا شخص انتحل هل أروح للشرطة أبلغ و لو ش أسوي بالضبط لا طبعا في الانتحال ينبغي أن تكون حذر هذا أشخاص يستغلون بعض المنافذ البسيطة لا ينبني عليها ضرر لكن نحن لا بد أن نحطاط أنا أعرف أنه ليس المقصود به الانتحال هو الوصول إليك بشكل شخصي و إنما يسعى لتجاوز بعض حتى يستطيع أن يقوم بالتحدث باسمك طبعا هذه الشبكة ألا تعتبر جريمة هذه انتحال شخصيتك و التحدث باسمك طبعا إذا هذا ربما شروع في جريمة ربما شروع في جريمة يسعى للوصول للمال ابتزاج المال هذه تنطبق على الجريمة المعلوماتية لأننا لا نتحدث الآن نعم أن التعاملات الإلكترونية المتعلقة ليست بالشبكة المتاحة أو شبكة الإنترنت العامة نعم و هي أطهرت التعاملات الإلكترونية بشكل واضح بعد وجود التعامل الحكومي و التعامل لتطبيقات الإلكترونية صحيح و أرادت الدولة أن تحمي المواطنين عن طريق هذه التطبيقات جميل طريقة التعامل بها تجاريا و حكوميا ترجمة نانسي قنقر